الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم كنا نذكر أن من عقائد أهل السنة الإيمان بأن الله تعالى يرى في الآخرة يراؤوا المؤمنون بأعيون رؤوسهم يراؤناه من غيري أيكونا ربنا في مكان أو جهة من غيري تشبيح من غيري تكييف من غيري أيكونا بينه وبين خالقه مسافة من غيري أيكونا في مقابلة أو جهة alors hier on a parlé dans la leçon d'hier dans le sujet de l'affirmation, la confirmation من أعظم الأدلة على ذلك ما ذكره الله تعالى في القرآن أن موسى قرربي أريني أنظر إليك يعني موسى طلب من الله تعالى أي يريه ذاته فإذن موسى أعلم بربه من المعتزلات ومن وفقهم si موسى a demandé الله تعالى de le voir وموسى نبيع نعظيم من أولي العزم il connaît Dieu plus qu'المعتزلات et ceux qui sont avec eux ceux qui ont suivi المعتزلات لأنه إن زعموا أن موسى لا يعرف فإذن وصفوا موسى بالجهل هذا كفر s'ils disent oui موسى il ne sait pas ce qui convient à Dieu ce qui ne convient pas à Dieu alors ils ont attribué à موسى l'ignorance au sujet de Dieu et c'est de la mignorance وَإِن قَالُوا يَعْلَمْ وَسَأْلْ qu'on ne peut pas voir Dieu et qu'Allah on ne peut pas le voir et quand même il a demandé de le voir c'est comme on a attribué à Moussa un manque de raisonnement qu'il a dit quelque chose derrière laquelle il n'y a pas de sagesse nous t'immons via ce mot قال alors l'imam c'est pas possible qu'un prophète comme Moussa qui avait l'honneur d'entendre la parole de Dieu et qu'il ignore ce que le Mu'tazila connaisse c'est à dire le Mu'tazila connaisse ce que Moussa ignore alors mais ça vraiment c'est grave un groupe sectaire d'après eux ils connaissent Dieu plus qu'un prophète comme Moussa عليه السلام وهذا معلوم على الضرورة فإن الجهل بكونه ممتنع ممتنع الرؤية عند الخصم يوجب التكفير أو التضليل وهو جهل بصفة ذاته يعني سولون المعتزل أن من قال الله يرى يقولون يكفر يعني بعض هؤلاء يزعمون أن من أثبت الرؤية يكون كافر فكأنهم يعني إذن لم يمسى سأل ربه الرؤية عندهم أيضا من يقول أنا لا أدري يعني من جووز على الله الرؤية يجعلونه كافر selon eux celui qui dit oui on peut voir Dieu ils disent qu'il est un مكراي وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِجِهَدٍ وَلَيْسَ بِجِهَدٍ إما أن موسى عليه السلام لم يعلم أنه تعالى ليس في جهة أو علم أنه ليس في جهة وجاهل أن رؤية ما ليس في جهة محال فهو نسبة للجهل بالله تعالى إلى موسى عليه السلام على التقديرين يعني إما هؤلاء يزعمون أن موسى لم يعلم أن الله منزع عن الجهة ونحن نقول موسى نبي من أنبياء الله يعرف ويعلم ما يجب لله وما يستحيل على الله أكثر من هؤلاء وموسى لا يخفى عليه أن الله ليس في مكان وليس في جهة وأنه ليس بجسم ولا مبعض ولا مجزأ وليس بين خلقي وبينه وبين خلقه مسافة هذا واحد اثنين عندهم أيضا أو يقول علم أنه ليس في جهة وجهل أن رؤية ما ليس في جهة محال يعني كأنهم يقولون موسى يعلم أن الله ليس في جهة ولكن لا يعرف لا يعرف أن رؤية من ليس في جهة محال على كده التقديرين على كده التقديرين موسى سأل ربه الرؤية فإما أن يقول إن موسى لم يعلم أنها غير جائزة مع تنزيه الله عن الجهة أو أنهم ينسيبون إلى موسى أنهم يعتقد أن الله في جهة وكلا الأمرين يعني محالهم في حق موسى عليه السلام موسى 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 لأن الله تعالىUNA Pike不是在另一方 و你是ما لا يعرفة لا نظره لن تتأكد موسا عن الشراب لأن الله لا يجهل ما يجهل لأن الله لا يعلمون ربهم أكثر مما يعلم موسى كلم الله موسى connaît Dieu plus que موسى et ils n'ont pas de science au sujet des atribles de Dieu comme موسى عليه السلام فإذا يقول الغزالي اتهام الأنبياء بالجهل في حق الله سبحانه وتعالى بما يجب له وما يستحيل عليه كفر صراح لأن هذا يؤدي إلى تكفيرهم فإذا كان الله أخبرنا في القرآن بأنه تجلى للجبل أي أن الله خلق في الجبل إدراكا معرفة من غير أن يكون روح لكن معرفة وإدراك وأنه خلق في الجبل رؤية فلما رأى الجبل ربهم دكا إذا كان جازا أن يرى الجبل ربهم لما لا يجوز أن يرهو موسى أو المؤمنون الله nous a dit dans le Qur'an al-Karim que la montagne, la colline qui était à côté de Moussa après qu'Allah a créé une certaine connaissance dans la montagne sans que la montagne aura une âme parce que ما شرط حتى يكون فيه إدراك ومعرفة يكون فيه روح ce n'est pas une condition pour que la montagne connaisse et voir ce n'est pas une condition qu'il a une âme une âme يعني comme l'âme de l'être humain on dit حيات on dit حيات ça ne nécessite pas une âme et que la montagne lorsqu'il a vu Dieu s'est aplatie alors si la montagne a vu Dieu pourquoi dire que ce n'est pas possible qu'un croyant le voit si la montagne l'a vu alors pourquoi dire que les croyants ne l'ouvrent pas ayant Allah خلق في الجبل رؤية الله سبحانه فلم يتحمل الجبل لم يتحمل هيبة الرؤية فصار دكا أي تحطم وصار كالأرض المستوية إن دك صار بمستوى الأرض وإذا جاز الجبل أن يرى ربه الذي هو يعني الجبل هو من الجمادات فكيف لا يجوز أن يراه المؤمنون في الآخرة إذن هذا من يعني حتى لا أقول أعظم من أعظم الأدلة لأهل السنة ما ذكره الله في القرآن أن موسى قال ربي أرني أنظر إليك موسى سأل الرؤية فإذا موسى سأل الرؤية علمنا أنها جائزة لأنها لو كانت مستحيلة لما سألها لو كانت غير جائزة لما سألها لو كان تجويز الرؤية يحتم أن يكون في مكان وجهة وجسمية إذن لما سألها موسى موسى يعلم أن الله تعالى ليس في مكان وجهة وليس في مقابلة وليس هو كالبشر ومع هذا سألها إذن علم أنها جائزة لأن هؤلاء لما تقول لهم الله يرى يقولون يرى كما يرى المخلوق لا لا ما قلنا كما يرى المخلوق لا نقول يرى كما يرى المخلوق يراه المؤمنون رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباع قال الطحاوي أو سيأتي معنا بعد ذلك أنه في أمر الرؤية فمن لم يتوقى النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه من لم يتوقى النفي أين في الرؤية ومن لم يتوقى التشبيه الذي يثبتها مع التشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن ربنا جل وعلا مصوفون بالصفات الوحدانية منعوتون بنعوت الفردانية ليس في معناه أحدون من البريا وطعال عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات السيد وطعال عن الحدود والأدوات 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 وطعال عن الحدود والأدوات 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 وطعال عن الحدود والأدوات والأدوات في رؤيته وطعال عن الحدود والأدوات وطعال عن الحدود والأدوات والأدوات وهو مروي من طريق نيف وعشرين من الصحابة كما في شرح عقيدة ابن أبي زيد للقاضي عبدالوهاب والأزهار المتناثرة للسيوط والنظم المتناثر للكناني يعني متواتر لا تقول هذا الحدود a été rapporté par plus que 20 compagnons هذا يعني أن هذا الحدود من المتواتر يعني متواتر ما رأواه جمع كثير عن جمع كثير إلى أن وصل إلى التواتر وهذا الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الكذب فإذن يقال له متواتر والمتواتر يفيد للعلم القطعي عندما يقول أن يتصور من وجه و ما رأواه جمع كثير يعني أن يتصوره ما يتصوره يعني أنه لا يقال لنا وإذا لا يرحبني بالنسبة مثل لكنك أبلوغي ومتواتر لكن لا يتصور لكنك أبلوغي ومن غير وفائما ولكنك أبلوغي ومتواتر وهذا يعني أنه أخبار من أشخاص بعض الأمر الآن في ذلك في ذلك أن يتبع Yoo Likeko THAM ونحن نرى هؤلاء هذه الأرجمة ولكننا لهم بشأن خطار لهم لكن لن يتكون لهم بشأنه لأنه هناك كثير من يتحدث عن هذه الأرجمة لا يحتاج إلى ان تكون مراحبا لأنه لهم يتحدث على خطار لأنه يتحدث من المساعدة لنظار لشيء من الأعلم فقط كما يتحدث عن الشيء من هواس السليمة ما تراه ما تسمعه ما تحسه ما تضوكه مَا تُدْرِكُو بِالْحَوَاسْ سَلِيمَ les trois sources de science et de connaissance pour les créatures sont trois ce qu'on connaît par les cinq sens ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce qu'on goutte et ce qu'on sent l'odeur وَمَا يُدْرِكُو الْعَقْلُ السَّلِيمِ إِذَا مُذِرَ فِيهِ نَظَرًا سَلِيمًا et ce qu'on peut atteindre par la raison saine si on a utilisé d'une manière juste وَلْأَمْرُ الثَّلِثِ الْخَبَرُ الصَّادِقِ la troisième source, la nouvelle véridique la nouvelle véridique c'est qu'il y a deux choses la parole d'un prophète et la nouvelle rapportée par Tawadr الْخَبَرُ الصَّادِقِ هو كَلَامُ الْمَعْصُومِ يعني كَلَامُ كُلِّ نَبِيٍ مَا أَخْبَرَ بِهِ أَيُّ نَبِيٍ يَتَحَتَّمْ مُوَفَقَتُهُ لِلْوَاقِعِ لأن الله أَيَدَ الْمُعْجِزَةِ وَاللَّهُ لَا يُؤَيِّدُ الْكَاذِبِ بِالْمُعْجِزَةِ un prophète a été appuyé par un miracle Allah ne donne pas un miracle à un menteur alors tout ce qui nous transmet un prophète est véridique alors la deuxième chose, je dis la nouvelle rapportée par un grand nombre الْخَبَرُ مُتَوَاتِرُ فَإِذًا الْنَبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخْبَرَ أن الله يُرَا فما معنى أن نرد هذا الحديث معتزل ومن وفقه ما معنى أن يرد الخبر المتواتر الذي يتجرى على أن يرد خبرا مثل هذا رواه أكثر من عشرين صحابي إذن هو يتجرى على أن يرد القرآن الكريم لأن القرآن الكريم أيضا رواه الصحابة في بعض الآيات لما كتبها أبي بن كعب ما كان نحو عشرين صحابي كتب ومن قولنا النحن الحرن كله متواتر كل القرآن متواتر كل القرآن متواتر tout القرآن بلا تجرى على أن يرد خبرا من مجتمع إذن كيف وصلنا عن طريق الصحابة بعدهم عن التابعين بعدهم عن أتباع التابعين إلى يومنا بس بنقل المسلمين جيلا عن جيل فهو جاءنا من طريق التواتر جاءنا من طريق التواتر فلا يمكن أحد أن يدفع الخبر المتواتر ومنها أن الله تعالى قال في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسر النبي عليه الصلاة والسلام الحسنى بالجنة وزيادة بالنظر إلى الله تعالى كما روى مسلم في باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى من صحيحه وغيره جاء في تفسير الآية عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الزيادة هي رؤيتهم لربهم وروى هذا التفسير للآية عن بضعة عشر من الصحابة وعشرة أو يزيد من التابعين كما يُعرف من شرحي عقيدة من أبي زيد والدور المنفور للسيوت وكما يُعرف من أبي زيدنا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام وكما يُعرف من أبي زيدنا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام وكما يُعرف من أبي زيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليس لألم أبي زيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليس في قول الله تعالى المذكور في سورة العراف لن تراني نفي لرؤية لله تعالى في الآخرة كما زعم الزمخشري الزمخشري معتزري معتزري كان بذيء اللسان قال لن تراني يعني الآن وفي الآخرة كذاب هذا كذاب لن تراني أي في الدنيا لن تراني هذا معناه الله تعالى قال للمسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إني استقر مكانه فسوف تراني علق استقرار الرؤية علق ثبوت الرؤية باستقرار الجبل استقرار الجبل أمر جائز أم مستحيل جائز فإذن علم أنها جائزة الله تعالى قال لن تراني 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 في الآخرة الزمخشري لن تراني ني مانتنان ني دون لدولا لن قال الزمخشري تفيد التأبيد كذاب غير صحيح ليست كذلك لا تفيد التأبيد ولا تقتضي أيضا توكيده إذ لو كانت كذلك لا لزم التناقض بذكر اليوم في قوله تعالى فلن أكلم اليوم إنسية لو كانت لن تفيد التأبيد إذن لما قيل فلن أكلم اليوم إنسية عن مريم عليها عليها السلام ولا لزم التكرار بذكر أبدا في قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا إذا قال الزمخشري لن تفيد التأبيد إذن لما قال تعالى أبدا ولن يتمنوه أبدا لو كان هي تفيد التأبيد لقال ولن يتمنوه من دون ذكر الأبد لو كانت لن تفيد التأبيد لكن نحن بعض كثير من المفسرين يذكرون يقولون قال الزمخشري قال الزمخشري ولا ينبغي لأنه كان من المعتزلة وكان سبابا للمسلمين كان يسمي أهل السنة الحمر المؤفكة يسبهم يستهزئوا بهم فإنسان يسب أهل السنة كيف يذكر فيه كيف يذكر قال كذا وقال كذا أي شأن له أي شأن له واحتجاج المعتزلة بأنه يلزم من القول بالرؤية تشبيه الله بخلقه غير مسلم فكما صح علم الخلق بالرب من غير أن يكون في جهة صح أن يرى بلا جهة قالوا إذا أثبتنا الرؤية نكون أثبتنا التجسيم والمكان والجهة لا نقول المؤمنون يَعْلَمُونَ رَبَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَوْجُودُ وَأَنَّهُ قَادِرُ هَلْ يَلْزَمْ مِنْ هَذَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَ مَوْجُودُ في مَكَانْ وَجِهَةُ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَوْجُودُ وَأَنَّهُ مَوْجُودُ وَأَنَّهُمْ سَنَنْبْلِكُ بَا كِيْلِي تَنْكَوْ وَأَنَّهُ مَوْجُودُ وَأَنَّهُ مَوْجُودُ وَأَنَّهُ مَوْجُودُ وَأَنَّهُمْ إِجْزِيست لفتك الله إِجْزِيست ليس المصحح للرؤية ليس أن ذلك الشيء حجم ليس اللون الذي تراه في التفاح الحمراء هذا اللون أنت تراه ولكن هو اللون قائم الحجم هو التفاح أما اللون قائم اللون ليس جسما اللون عرض اللون عرض إذن المصحح للرؤية ليس أن ذلك الشيء حجم أو جسما قال الجويني في كتاب الإرشاد في باب القول في ما يجوز على الله تعالى اتفاق أهل الحق على أن كل موجود يجوز وأن يورا إمام الجويني dans son livre الإرشاد il a dit que les gens de la droiture sont unanimes que tout ce qui existe toute chose qui existe on peut la voir toute chose qui existe alors ce qui confirme la vision c'est l'existence ce n'est pas le fait d'être corps وَأَثْبَتَ الْأَشَاعِرَ وَالْمَاتُرِدِيَ جَمِعًا أَنَّ رُؤِيَتَ اللَّهِ تَعَالَ جَائِزَتُونْ عَقْلًا لَيْسَ فِي إِثْبَاتِيَ مُحَالٍ المَاتُرِدِيَ وَالْأَشَاعِرَ ont confirmé que les croyaions voient الله تعالى et dans le fait d'affirmer cela n'implique pas quelque chose qui est inconcevable vis-à-vis de Dieu il y a les textes à ce sujet dans le Coran et dans le hadith les compagnons on dit est-ce qu'on peut voir notre Dieu est-ce qu'on le voit notre Seigneur est-ce que vous auriez de doute est-ce que vous seriez bousculé lorsque vous voyez la pleine lune s'il n'y a pas de nuage ils ont dit que non قال إنكم سترون ربكم يوم القيمة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته هذا جواب عن من سأل فكيف يقال بعد ذلك هذا لا يجوز هم أعلم برسول الله est-ce qu'il connaisse Dieu plus que le message de Dieu أما أن يقول هذا الحديث غير صحي نردوه بعقول بعقول الفاسد كيف تردونا شيئا متواتيرا إذن أنتم بعقول كم هذه الفاسد تردونا un حديث متواتيرا هي المصيبة ليس استعمال العقل المصيبة النظر الفاسد بالعقل on n'a pas le droit de rejeter des textes suite à une mauvaise manière de raisonner j'ai dit le problème ce n'est pas le fait d'utiliser la raison mais le fait d'utiliser la raison d'une manière incorrecte parce que ça va vous donner un mauvais résultat mais celui qui utilise la raison d'une manière saine il va lui donner un bon résultat النظر الصحيح بالعقل السليم النظر الصحيح يؤدي إلى نتيجة صحيحة يؤدي إلى علم أما النظر الفاسد لا يؤدي إلى نتيجة صحيحة ذكره النظر وَبُلْمُعِينَ النصفي في تَبْصِرَةِ الْأَدِلَّةِ يعني le fait de dire que confirmer la vision par les textes est une chose obligatoire parce qu'il y a des textes à ce sujet il a il a rapporté ça il a rapporté ça encore à l'imam النصفي أبو المعين dans le livre تَبْصِرَةِ الْأَدِلَّةِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمْ وَأَحْكَمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَىٰ سَيْدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ